السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أهلاً وسائلاً بكم كانت هنا لكم الصحاة والسلامة والطول العمر إن شاء الله وعلى جميعكم أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم إن شاء الله سنحضر واحد العصير الحمد ونحتاج فيها المكوينة الحمد القشرفة الحمد والساندة والجوشة السيارة والجوشة السيارة بسم الله ونسبحوا هذه القشرفة الحمد هذه نضيفة القشرفة السكر القشرفة ونضيفة ultime ونضيفة الحمد سوف نحتاج الحمض هذه الحمض هذه الحمض لدينا القشرة لدينا القشرة الصفرة لن يمر لنا العصير ثلاثة القشرة الحمض ثلاثة القشرة ثلاثة القشرة لنضيف حمض حسنة القشرة لنضيف الضغط لنضيف الضغط ثلاثة القشرة لنضيف الضغط الضغط ونضيف لي هذا العضو لدينا الحمض والذرعة بسم الله على بركة الله بعدما قشرت الحمض ونضيف لي هذا ونضيف لي هذا القشرة الحمض ونضيف لي هذا الشطية اللباني ونضيف لي السكار على حسب الدوق ونضيف لي 1 سلافة السكار ونضيف لي هذا السندة في هذا السندة مرة نضيف لي 1 لمعه ونضيف لي 1 ججلا لبا ونضيف بالفوق البطاء ونضيف لي 15 دقيقة وليس werde 15 دقيقة يجب أن يكون هناك جميلة. يجب أن يكون هناك جميلة. بسم الله. أخليت هذا العصير للحند 15 دقيقة. وضعته في ألبانيو. وضعت له الماء برد حتى يبرد. هكذا يبرد لنا بالزربة. سوف نحنه. سوف نضيف له السكر. سوف نضيف له مصف الزلافة. سوف نضيف له مصف الزلافة. الزكرة على حسب الضغط سوف نحرك كل شيء سوف نضيف قليلا بشوية بعد ما صفيت هذا العصر سوف نضيف لي 1 لتر جن الماء ثم نضيف كل 1 ل結 سوف نقف سوف نضيف قليلا بشوية سوف نضيف حتى مستقف مع الماء واستقف سوف نضيف السوق بعد ما صرف هذا هذا القرعي الذي نخلقه في العاصر نغسلهم ونحقمهم ونجعلهم لهذه الطريقة الذي قد نضرب على هذه العاصرات نحتاجهم هذا بدأ فيه تقريبا 4 لتر من العاصر و 1 لتر مازال هنا سوف يأتي العاصر جيد وبكمية كثيرة و يأتي الجو الصيف الذي يرى في القناة أول مرة لا ينسى الاشتراك في القناة و تضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد و تضغط مع أهلكم و أصدقائكم و لا تنسى الاشتراك في القناة و لا تنسى الاشتراك في القناة و دمتم في أمان الله و حفظة